الشعب يريد أصحاب الأعزاب ثورة لم تمت ولم يلوثها الخوف فما زال وقودها الغاضب يشدد على ثوابتها ليكرر المتظاهرون المشهد ذاته برفع أعلام العراق في ساحات لم تزد صور الشهداء المسربة إلى ذاكرتها سوى الإصرار على كتابة كلمة الفصل فمع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لها يحشد ناشطون عراقيون في جميع عواصم الثورة لبدء تظاهرات حاشدة مع اقتراب شهر تشرين فما زالت كراسي حكام منطقة الخضراء المترنحة باقية وزوالها هو أول مطلب للثوار العازمين على إنهاء النفوذين الإيراني والأمريكي في البلاد وكتابة عهد جديد خال من ميليشيا تعلن جهرى والأهال إيران فعاليات إحياء ذكرى الثورة تقول عنها لجنة تنسيق التنظاهرات في بغداد إنها ستكون استثنائية وستتضمن توجيه بيان موحد من كافة التنسيقيات في المدن المنتفضة لأحزاب السلطة مفاده بأن أقدام المتظاهرين راسخة في ميادين الثورة وأن تحالف وباء كورونا مع تلك الأحزاب مؤقت وسينتهي قريبا حيث أكدت اللجنة توفير آلاف الكمامات والمعاقمات لجميع المتظاهرين كما شددت على منع رفع أي علم سوى العلم العراقي وتلتقي مخاوف الناشطين مع تأكيدات برلمانية عن سعي أطراف سياسية للدخول على خط الثورة لتحقيق مآربة سياسية حيث نقلت صحف عربية عن مصادر في البرلمان قولها إن الأحزاب وبعض الميليشيات المرتبطة بإيران تخطط لركوب موجة التظاهرات في إطار صراعها مع حكومة الكاظمي وفي محاولة منها لتحسين صورتها أمام الرأي العام بعدما شاركت في عدة مجازر رح ضحيتها مئات الشهداء وأكثر من ثلاثين ألف جريح من المتظاهرين بيد أن ذاكرة الثوار تأبى نسيان حملات القمع المتواصلة ومسلسل الاغتيالات التي شنتها تلك الميليشيات والقوات الحكومية نهيك عن محاولات حكام المنطقة الخضراء الالتفاف على مطالب المتظاهرين بتعيين حكومة جميع وإنجازاتها إعلامية فقط باعتراف المشاركين في العملية السياسية ومع دخول خريف تشرين تؤكد المصادر أن القلق والخوف من يوم ذكرى الثورة يخيمان على الأحزاب السياسية فهو يوم تجدد فيه الثورة دمائها وقد يعلن الشارع المنتفض اكتشاف مصط للوباء السياسي المتفشي منذ نحو عقدين من الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر